ثم قال رحمه الله وآمر سواه يذبحن له فأمر المأمور خلا يكفله فإنه يأكلها إن شاء لأنه بدبحها قد جاء شخص أمر شخصا أن يذبح له فالمأمور أمر شخصا آخر أن يذبحها فهل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج الأصل أنه لا يكلف بها غير لأن الإنسان حينما يكلف شخصا بالأمر إن كان هناك عرف أن هذا يذبح له وأنه يمكن أن يوكل غيره فلا حرب إن لم يكن هناك عرف قد تكون عند بعض الناس وساوس من بعض الذبائه لا يجيدون الذبح قد لا يلتزمون بالشروط الشرعية إذن أنا أختص فلانا بعينه فكيف له أن يوكل غيره؟ لكنه إن كان الآخر ذبحها على الأصل الشرعي فلا حرج فإنه يأكلها إن شاء لأنه بدبحها قد جاء ثم قال وغاصب وسارف قد سرق بهيمة دبحها وانطلقا في ذلك اختلاف أهل العلم وهل يجوز أكل هذا اللحم فقيل جائز وقيل يحرم وفي الجميع ضامن فيغرم هنا فعلان أحدهما سرق حيوانا والآخر غصبه وكلاهما ذبح هذا الحيوان إذن من سرق حيوانا أو غصبه ما الفرق بين السرقة والغصب؟ ما الفرق بين السرقة والغصب؟ السرقة والغصب فعلان مختلفان ما الفرق بينهما في الفق الجنائي؟ أن يذهب إنسان أن يذهب إنسان أيها بدون علمه خفية جميل بأنه أخذها أيها جميل هذا هو الفرق بين الغصب والسرقة استرح بارك الله فيه الغصب أن يكره صاحبها أمام عينيه وليس فيه اختفاء والغاصب يأخذها مع علم صاحبها بالغصب هذا يسميه غصب أما السرقة فالسرقة فيها خفاء أي لا بد من أن يكون الفعل في خفية لذلك قال إن من شروط السرقة في الجنايات من شروط السرقة أم تكون خفية لكون فعلها خفية وأن تبلغ النصاب إلى غير ذلك لا يعنينا الآن فهذا هو الغصب وهذه هي السرقة كلاهما اعتدى على أموال غيره لكن السارقة اعتدى عليها خفية أما الغاصب فاعتدى على أموال غيره علنا هذان اللذان أخذ مالا بالحرام ذبحاه ذكياه الذكاة الشرعية يقول الإمام رحمه الله تعالى هما جاء بسكين قاطعة تنهر الدم وتريح الحيوان وجعل الحيوان في أعلى مراتب الراحة حينما ذبحاه والتزم بالنص الشرعي إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى هذا كله التزم به وذكر اسم الله تعالى وقصد التسمي لكل حيوان بنفسه إلا أن ذلك الحيوان مسروق أو مقصوب فما هو حكم هذا اللحم الذي ذبح هل هو حلال أم لا أولا نتكلم عن الضمان هل عليهما ضمان أم ليس عليهما ضمان عليهم الضمان عليهم الضمان هناك رأي يقول أن السارق إن قطعت يدوه فلا يلزمه أن يضمن المال المسروقة لصاحبه لكن هذا الرأي لا أعلم ما دليله يلزمه الضمان ما الذي يسكد الضمان عنهم إذن هما عليهم الضمان لأنهما أتلفاء إذا كنا كلنا من قبل في المسألة التي قبل هذه إنه إن لم يسمي ولو نسيانا فإن عليه الضمان بسبب أنه أتلفه وقتله فكيف بنا هنا وهو سارق وغاصب الضمان عليه واجه طيب هذا اللحم هل هو جائزاً لا ما رأيكم لو جئ لكم بمثل هذا اللحم هل تأكلونه ما تأكله يا هلال لماذا لا تأكله قال لك إنهم ذكر اسم الله عليه باللغة العربية الفصيحة واستعمل آلة حالة في جو بارد ما هي الشبهة هو هذا الحيوان محرم لكن إلا ما ذكيتم ذكاه لا لا حيوان قائم ليس حماراً ولا أسلاً وإنما هو حيوان يجوز ذبحه وأكله وذبحه لماذا يحرم اللحم ما دخل اللحم في ذلك نعم لأنه مسروق وإن كان مسروقاً فما الذي يترتب عليه أريد تأصيلاً أنا ذكرت الأدلة قبلها يمكن أن تجمعوها من الحديث السابق كله لماذا هو محرم لماذا هو محرم لماذا هو محرم تفضل استرحلة نعم طيب وإن كان ليس منك لكنه ذكاه وقال بسم الله نعم من أين هذا الشرق هل ذكرنا أنه لابد من أن يكون منكاه أنا لو وكلتك أن تذبح لي شاتاً وذبحتها وذكرت اسم الله عليها ألتحل لي أم لا مع أنك لا تملكها أنا الذي أملكها إذن لماذا في حال السرقة لا تحل نعم تفضل شاه ميزة من الخبائج بسرح بارك الله فيك بالسرقة ماذا يكون ما الذي يحصل في السرقة طيب وبعد ذلك وذبحها قال بسم الله وسيدفع ضمانها لمالكها يدفعها بعدين أو قبل ذلك سيدفعها إن شاء الله نعم تفضل نعم لم يوكله أن يذبحها لكنه ذبحها محتسباً ألا يصح له الاحتساب نعم إذا كان لم يذبحها بإذن فمعنى ذلك أن هذه الذكاة لا تجوز أن هذا التصرف غير جائز بارك الله فيك أن هذا الدبح غير جائز الآن هذا الحيوان مملوك لغيره هل له أن يتصرف فيه هل له أن يركبه هل له أن يشرب لبنه هل يجوز له ذلك طيب هذا الظبح الذي يجريه هل هو مباح هل هذا الدبح مباح أم محرم الدبح الذي يجريه وهي مسروقة هل هو مباح أم محرم هذا الدبح محرم أم لا نعم محرم لماذا هو محرم لأنه ملك غيره فلا يجلس له أن يتصرف فيه إذن هو منهي عن أن يذبح شرعا هو منهي عن أن يذبح بارك الله فيك منهي عن أن يذبح إذن إذا كانت الذكاة منهيا عنها معنى ذلك أنها محرمة وإن كانت محرمة فمعنى ذلك أنها لن تؤدي إلى ما يؤدي إليه الحلال المباح وإلا كنا سنسوي بين الحرام والحلام فعله منهي عن الشرع يقول له لا تفعل هذا الشرع يقول له لا تفعل هذا لا تعتدي على أموال غيرك إذن كيف هنا يقول له لا تفعل هذا وهناك أرتب عليه أحكام شرعية وأقول هي حلال لا هذا لا تحل هذه لا تحل مدامت مسروقة ومقتصبة ومغصوبة هذه لا تحل لأن فعله ذلك محرم والذكاة قال إلا ما ذكيتم إنما يقصد بها ما كان فيه التصرف مباحا ما كان القطع مباحا أما هذا القطع فليس مباحا بل هو محرم لأنه اعتداء على أموال الآخرين ولا يمكنك أن تصل إلى الإباحة عن طريق الحرام يمكنك أن تصل إلى المباح بطريق مباح لما تكون الذكاة في وقتها أما أن يأخذها بالحرام وأن يذبح بالحرام فلا يجوز الفقهاء يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة هذا الرأي مشهور عند علمائنا وهو أن الدبيحة للحيوان المسروف وللحيوان المغصوب لا تحل محرما قالوا أيضا من صلى في أرض مغصوبة من صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته باطلة لأنه مطالب بما أنها مغصوبة مطالب بأن يخرج منها لا أن يحدث فيها أفعالا مداما هو المغتصب بهذه الأرض وبقي فيها يهنى أخذها من فقراء أو من المال العام أو من غير ذلك وهو مقيم فيها يعمر فيها ما يشاء من البنايات وهو مأمور شرعا بأن يردها لغيره إذن مجرد وجوده في هذه الأرض ومجرد تنعمه بمنافعها محرما أو ليس محرما إذن حينما يبقى يصلي هنا ما هو الأمر الشرعي المتوجه له شخص اقتصب أرضا جارا أو غير ذلك اقتصبها بالحرام طيب حينما يكون داخلها بماذا يؤمر بأن يخرج منها لماذا لأنها حق غيره ولا يجوز له أن يأخذ حق غيره طيب ما نامت حق غيره ولا يجوز له أن يأخذ حق غيره إذن الشرع يقول له أخرج فلماذا تصلي أنت هنا إذن صلاتك هذه في مقامل أمر آخر يقول لك فيه الشرع كأنه يقول لك لا تصلي لماذا يقول له أخرج حينما يقول له أخرج يقول الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده يقول له أخرج معنى لا تبقى مكانك إذن لا تبقى مكانك تستلزم لا تصلي هنا لا تصلي هنا معناه أن صلاتك باطلة إن صليت في هذا المكان الذي اغتصبته كذلك حينما يذبحها ماذا يقول له الشرع التي سرقها والتي غصبها هو يذبحها ماذا يقول له الشرع لا تذبحها لماذا يقول له الشرع لا تذبحها طيب إذا كان الشرع يهدر هنا يقول له لا تذبحها معنى أن هذه الذكاة لم يأذن بها الشرع وإن كانت لم يأذن بها الشرع هل ستؤدي إلى إحلال ذلك الطعام أو اللحم لا لا تؤدي لي فهمتم كيف نفهم هذه القضية على هذا التأصير بإذن الله هناك قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي وأنتم محرمون أو وأنتم في الحرم تحتملوا هذا وذاك إذن لا تقتلوا الصيد جاء ورأى صيدا ورماه بسهم أو رماه وأرسل إليه كلبا واصطاده هل ذلك الصيد مما يجوز أكله لماذا لماذا لا يجوز أكله نعم تفضل نهاه عن القتل إذن لن يكون ذلك القتل سببا لإباحة ذلك الحيوان بارك الله فيك إذن المنهي عنه يؤدي به إلى مثل هذه الأفعال لأن الأفعال المباحة إنما يراد بها أن يصل الإنسان إلى الترفه بالمباحات ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الترفه بالمباحات عن طريق المحرمات فالمحرمات قائمة على أمر هو أن الشرع يريد إعدامها يريد أن لا توجد في الوجود ولذلك كيف أنت تتقرب إلى ربك بمثل هذه المحرمات فقيل جائز وقيل يحرموا وفي الجميع ضامن فيغرموا الراجح تحرم بدون كلام في هذه القضية الراجح تحرم هل عليه الضمان دون خلاف يجب عليه ضمانها دون خلاف يقول وبعضهم شدد في المسروقة لكنني لست أراد فريقة بعضهم يقول المسروقة الشد من المغصومة المسروقة لا يجوز أكلها والمغصومة يجوز أكلها كلاهما سواء والسبب في ذلك أن الفعل محرم منهي عنه فلا يترتب عليه أثر شرعي لأن الآثار سواء كانت هذه الآثار إجزاء في العبادات أم كانت هذه الآثار صحة في المعاملات والتصرفات الصحة والإجزاء نعم تحصل على الأشياء المباحة ولا يمكن أن تحصل بالأشياء المنهية عنها لأن النهي لا يليق به إلا التضييق أما الفسحة والإباحة والترفه فهي أمور من نعم الله علينا جعلها لتكون آثارا على المباحات الشرعية